السلام عليكم كيف تماما على بساليكم بخير كنت مانا تكونوا مزياني اليوم فيديو جديد في مركضنا انا شارك معكم الجديد و انا شارك معكم شيء قديم المهم قبل ما ابدأ ببنات لا تنسوا شي تخليوا لي لايك دائما كنت نساوه هو فقط للتشجيع و لا تنسوا شي تدخلوا قنات ديالي جديد اخليها لكم في الصندوق الوصف او اول تعلق بالنسبة لها انا ابدأ لكم بغيطة جديدة لدخلوه عادي يزوينا بزاف ابنات عملا بحل هديك ديال توستاريكا او لبحل هديك تحتانية هي في نفس المركة ديال مركضنا لكن هدي عملا تشوكلت بحلها مدهونة بشوكلت كتعمل اورو تسعين وهي جديدة وبالنسبة لهدي ديال كاراميلو السيخين خيبري كانوا دخلوها مرة اخرى في بول سيتا وده برجعوها في كارتونا وبدو لها تشكل ديكوراسيون ديالا جات بحل ستيل ديالا بحل الحلوات تراديسيونال والحلوات التي تكون قديمة حتيات ثمن ديالتها او رو ستين بالنسبة لهذه البنات اللي يعجبون مضاق ديال الحلوات كما قلت لكم بحل ديال الدر وفيها الكاراميل وفيها السكينجبير واللخين خيبري وتقدر تحط هدي الدوازاتي كجيمزيونة في هدي يعني كثار للدر اكثر من يعني متعطيها لعول ديوان مدراسة فصراحة مزيونة وكذلك دخلوات قاية تسعى ودمون مدماراتي دخلوا بزاف ديال قاية تسجدادين بحل هدي اللوز والشوكلات هدي كتجي وفيها تمانتيكية كتجي رقيقة مرة بحل وحد قاية تكتسعجبني وفيها الشوكلات فصراحة هدي مدق ديالة مزيونة وكذلك فيها المندراس وفي هديك طروفة المندراس وكذلك بالنسبة للمص جديد هم معاوثانية هادو دخلوه مجددين هادو التورتياز هادو السين جلوتين بالنسبة له هادو انتيجراليس كيف ما كتشوفو كين نسب اللي كيعجبوهم وكين الناس اللي ما كيعجبوهم شي انا صراحة مكتبشي لكم كينو حماركة مزيونة كيكون فيها اما الشوكلات كيكون ديك تورتيطة مغلفينها بشوكلات ولا بشي كريم ولا شي حاجة مدق ديالة صراحة مزيونة وبالنسبة لعوثاني هادو بحل كباريتاز هما دخلوهم جدادين فيهم ارندانوز من داخل كينده هما شكالات بزاف عندهم في مركاد هنا هما احدا ديك الخبيزة ديال او ديكايتاز الاروز او تورتيتاز هما مكتبش انو كيسميهم حاطينهم حتى هادو دخلوهم جدادين فيهم خمسة وكيعملو او خمسة وفيهم ارندانوز مهم هدكوا الاسم ديالهم بحل تشوت وبالنسبة لديك شي ديال توروني دراس العام فاكينا هادو تورون هادو مشي جابوه جديد وهذا مركة معروفة هادو ومعروفة في ديك شي ديال تورون مشي مركة ديال مركاد هادو جديدة فيها بحل حلوة ديال الحلوة ديال المغرب اللي كتبع بطروفة ديال الكوكاو انا صراحة عزيز عليها بزاف فهو مدى اجابوها يعني قليل فيك يجيبوا هادو الحلوة هنا عادية ديال الكوكاو وكينا اخرى هي ديال لوز كما كتشوفوها وهنا هادو ديال بيستاتشو لتاحيت يعني صراحة صراحة انا مكنتش صراحة باتة من هادو مهمرا هما ماشئنوا هما يزيدوا في كل شي كان هادو ديال كريمات افيانا اللي دائما احنا وهادو ديال بيستاتشو ومش كده بيستاتشو صغيرة ما فيها حتى شي حاجة يعني اعطى كل ما فيها شيص عماشي كمية كبيرة بزاف وهادي ديال اليوغورت كون اراندانوس وديال ليمون مهمدو باقيم خلينهم في التمان ديالهم غير اخرجتني مش غير شوية يعني اخلاوها في اره وثمانين اره وثمانين شوية وهادي اللي كدلك جديدة هي ديال تشيز كيك فيها الفريسة وفيها شوية ديال اراندانوس مهمة ما كانت بالنسبة للجديد حاولت اني نصور لكم غير شوية جديدة وشي حويش كانوا تقصروني وان شاء الله انشاء الله انشاركو معكم في فيديو قادم ومرة مرة قلت عم قنصور معكم ذاك الشي اللي اللي كان شريعين للصخرة كانوا نقصيني صراحة بزاف ديال حاجات وحطيت الصخرة قلت عماش لا منصور لكم شي مهم اول حاجة هذا الكرموس ايقوس واعرين بزاف بزاف انا صراحة كي حمقوني خصوصا ديال مركادونام كيف يجبوني صراحة كثير من المغرب يعني كيكونوا روطة ومعسلي من داخل مفضلين عندي صراحة مزيونين مهمة كيف يجبوني كيف يجبوني كيف يجبوني وبالنسبة لهذا المكتوب اليوم بايبي ايباون 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 بالنسبة لها بالنسبة لها دوبي كيف يجبوني بالنسبة لها دوبي كيف يجبوني كيف يجبوني نشرحة سهلة وبالنسبة للثامن هو هو بحال ما بديتي ماتيشة بالكيلو لأنها أصلاً غالية وكندي هذي صافي صراحة كتكون مطحونة وكتكون مزيونة مهم ضروري ندي ماتيشة ولكن ماتيشة هذيك هيدا كنخليها للدر حتش متمادوست للفروتيريو خديس هذيك ولكن هذيك ضروري من ادي هذي للحريرة كتجي الحريرة مزيونة كتجي الحريرة حسن من اخرى كتكون مطحونة مزيان وكيكون في هذيك ماتيشة اللي كتجي طويلة وبالنسبة لهذا الكيسو الكيسو هذا العادي اللي كنديه دائماً مهم هذا صراحة كيعجبني انا يعني في الكيئف يعني لكتع تعملوا شي كيش ولا شي طارطة ولا شي حاجة كتر مددين ماعرفت شي تاكن سوحش وعد كنشري وصفوا تحت منو الزبدة كما كتشوفو والسكر وهذا كتحين فريتوس ولا تحين دفينه وصفوا يسمينها تحين دفينه بحليوري كون مرة اخراف قلدي باش سترود الدبل منو فهذا ما كان كنكون دائماً كنجيبه ما كان كنعمل كنستعمل منو صراحة غيش ويش ماشي بزف وهذا اللي كان نقصني هاد معتر للجور هاد امبينتادور صراحة كنفني ون الريحة دياله مزيونة بزف مهم انك يعجبني النوع ولكن هاد مرة لسقط في هذا حيث عاجبني بزف كينين بزف مركضونة ولكن هاد ريحتو مزيونة وصافي بالنسبة للصابون اديت هذا وخا انا ما كان استعملش هاد بزف هاد مرة اديت هذا ما عرفت علش مهم هالزيتو صافي كنستعمل اخر ديك اولترا مهم هاد مركضونة اللي كانت ادي ديك اولترا مهم كين الصغير وقيل اولو خمسة وعشر وكبير اولو خمسة وتسعين فهذا كونسنترادو كيبقى وديت هذا مهم هاد مرة هزيت هذا وصافي وحاجة اخرى هاد فريقونة هادو ديال مهم هادو ديتون بجوجد قريبا شي اولو سبعين مهم انا ابناز كانت دي واحد واحد الفريقونة ان شاء الله انشاركه معكم اتعجبكم بزف هادك فريقونة هي بحال هيدا ولكنها عاملة في حال فالدة في حال فالدة كتجي مطلوقة هاي دا وكتجفو بها يعني ما كتكون شي مقطعة في هاديك شروط لا كتكون مشروكة وكتجي في حاج جفاف وكتجي سهلا شنهارا شاركه معكم لان ما كتبعها في مركضونة اللي في بلاسة كتبعها في واحد دريقورية مهم دوك اللي كيبعو ديكش ديال اليم بيسا محلات وصافي كون عندهم ماكياج ودكش ديال اليم بيسا وعندهم كل شي فكيبيعوها صراحة واعرة بزف كتعجبني بالنسبة للحال فهادي اللي كنقول لكم دائما انا كنشريها دي مهم ادي صراحة كتحكم زيان وكتخرج طنجرات كصويرات كتخرجهم انا كتعجبني بزف كنقطع على جوج وكن مكتعجبني شي نستعملها كاملة كبيرة كنقطع على جوج وكن استعملهم بجوج فهادي هو الحاجة اللي كنقول لكم وصافي هنا يديت النعنى عندما كتعرفوا ضروري ضروري النعنى بالنسبة للنعنى ارو وعشرين ما عرفتش انتو ما بغش نفس امان ولا اقل حالا احنا تشريها بأرو وعشرين ما هي ايقان كنعمل ارو وخمسين وانصال لن ارو وخمسين وداخل ارو وعشرين و الربع بالنسبة للربع احنا ياام ما كان شريها شي ما دوس ما كان شريها شي حت كيعطي وحنا في اسمي لا تخرتي مثلا من عندهم كيعاملو لك شوية ديال بريخيلف لا تطلبته كات كيعاملو لك شوية ديال بريخيلف شنو اسميته في ميكا مهم اذا حسب كلها بلاسة وكيفاش كما قلت لكم يمكن تخير صخرة كاملة من عندهم مثلا بانان وفروطة وخضرة فكيعطيوها لك عادي عندهم سماوة لا يريد كمية كبيرة فكيعطيوها بالنسبة لي كنت تضغي بانان وماطيشة ونعناع ولا مبقيت حقلها فكيعطيوها لك هاتش اللي كينا بنز فاقل نشارك معكم كرافص بالنسبة لي كرافص للحريرة وصافي ومعناع نشارك معكم كاين لدينا كل واحدة في مدينة تكتبنا في كومنتر وصافي نتمنى تجعلوا لي واحد لايك وتعليق وبرتاج الفيديو مع العائلة والاصحاب وإما اعجبكم في حلقة الفيديوهات هذه القضية والديل لهاي اشارك معكم اي حاجة دعوه لي في تعليق السلام عليكم اشتركوا في القناة